انطلقت جلسة المحكمة الدولية المخصصة للاستماع إلى فريقاء الدفاع عن المتهمين حسين عنيسي ومصطفى بدر الدين بمداخل الرئيس فريق الدفاع فرانسوارو ليؤكد فيها أن البداية في المحاكمة مبكرة بالنسبة لمرعي ومحاكمة المتهمين الأربعة تشبه مشكلة إجرائية خطيرة مطالبا وقف الانتهاكات لحقوق مرعي محام الدفاع عن مصطفى بدر الدين أنطوان قرقماز تلروا ليشير إلى أن ملف التحقيقات تشبه ثغرات كبيرة واختلال في التوازن ويعاني الدفاع أخيرا من عدم تعاون الحكومة اللبنانية وبثثاء بعض الحالات النادرة جدا لا جواب شاف على طلبات المساعدة التي رفعها محامو الدفاع والتي تتعلق بأدلة أساسية في ملف القضية ألا وهي البيانات الهاتفية غير أن الادعاء لا يمتلك أي صورة خلال وقوع الانفجار لا للفان المزعوم في موقع ذات صلة ولا للانفجار رغم أعداد أجهزة الكاميرا التي كانت مزروعة في الحي والتي اختفى معظمها في ظروف غامضة وذلك وفقا لما قاله السيد بو أمسترم كبير المحققين في اللجنة الدولية التي كان يرأسها ماليس أنذاك وذلك في مقابلة أجراها مؤخرا مع محطة التلفزيونية اللبنانية هي محطة الجديد في العشر من كانون الأول ديسمبر 2013 محام الدفاع عن حسين عنيسي فينسان كورسي لابروس أشار إلى أن الادعاء استفاد من تسع سنوات لإجراء تحقيقاته في حين لم يتمكن فريق الدفاع من إجراء التحقيقات المطلوبة يقول المدعي العام هذا هو هاتف السيد عنيسي الذي شغله من موقع يغطي منطقة المسجد الذي يقع في شوار جامعة بيروت العربية وفي هذه المرحلة فلنفترض أنكم اعتبرتم أن السيد عنيسي هو صاحب هذا الهاتف ولكن هل هذا يثبت أن السيد عنيسي توقف في هذا المسجد؟ لا هل هذا يثبت أنه قام بذلك؟ لا مع من تحدث؟ لا عما تحدث؟ لا نعرف ما الذي قيل له؟ أيضا لا نعرف ما الذي كان يعرفه؟ لا نعرف أيضا ما هي نية الأشخاص الذين أعمل لصالحهم؟ أيضا لا نعرف محام الدفاع الثاني عن عنيسي ياسر حسن تطرق إلى ملف ذات الاتصالات فهو قام بإصدار المستندات وفق ترتيب ومنهجية محددة يفيد تصوره هو للوقاع تصور مكتب الإدعاء للوقاع ولم يصدرها بالطريقة المحايدة التي تمكن من الاطلاع عليها بشكل يسير فحينما مثلا حينما يصدر داتا الاتصالات للدفاع فأنه يصدرها كما تسلمها من الحكومة اللبنانية دون أي معالجة ألكترونية بينما هو قد مارس المعالجة الألكترونية على هذه البيانات لمدة سنوات طويلة وسأل حسن لماذا لم تشكل محكمة لويسام الحسن الذي رافق الحريري إلا يوم اغتياله مشددا على أن العدالة يجب أن تتحقق لكل الضحايا ومنهم الضباط الأربعة ترجمة نانسي قنقر